ترجمة نانسي قنقر وذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة وزير العمل أمام الدورة الثانية عشر بعد المئة لمؤتمر العمل الدولي التي تعقدها منظمة العمل الدولي حاليا في مدينة جينيف بسويسرا وبيّن أحميدان أنه في إطار ترجمة هذه المبادئ السامية سارعت مملكة البحرين إلى تعزيز إرساء الحريات النقابية والحوار الاجتماعي وتكريس مبدأ الثلاثية وتوسيع مضلة الحماية الاجتماعية لجميع العمال دون استثناء مشيرا في هذا السياق إلى تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل وبرنامج حماية الأجور فضلا عن الجهود المبذولة لتوفير الحماية القانونية للقوى العاملة من خلال الأنظمة والأجهزة الرقابية مشيرا إلى الجهود الوطنية في وضع برامج لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل المستقبلية المتطورة إلى جانب مراعاة منظمة الحماية الاجتماعية المتكاملة الأمر الذي جعل البحرين من الدول المتقدمة على صعيد التنمية البشرية في عدد من التقارير والمؤشرات الدولية اشتركوا في القناة